اراك عزيزي برج العذراء. اراك في توازن. نعم اراك في توازن. الله. يعني جوج يعني نعم. يعني هذه تعني انها نعم. يعني ما اقوله هو نعم. يعني صحيح يعني تؤكد وتصر. هاتين يعني هاتجج ديالكارطة. اراك عزيزي برج العذراء في توازن. تقود حياتك. اه وتسيطر على حياتك بطريقة حكيمة ومستقرة. الله على كارت زوين بزاف. او من دي زوين زوين بزياف. تشير هذه الكارت الى نهاية سليمة لمرحلة مرض روحاني. نعم مرض روحاني. ارى عزيزي انك تألمت لدرجة انك حتى فكرت في انت لم تفعل شيئا. ان ارى كارت ايجابية وارى طاقة انسان. طيب. يعني انت عزيزي برج العذراء. مهما يعني حتى وان كنت يعني. يعني اساءه اليك. وخ. لكن فكرت يوما ما في فعل اي شيء للاساء الى ذلك الشخص الذي اساء اليك. يعني فكرتك بالانتقام. لكنك طيب وحكيم عزيزي. لم تفعل اي شيء. وامان الان تقول لكم. الله يخليكم. لا ترسلوا لهذا الشخص الذي اساء اليكم طاقات سلبية. لا ترسلوا ابدا طاقات سلبية. يرحل في سلام وليعيش حياته في سلام. حتى وان كان ابليس. حتى وان كان شيطان. سامحيه. سامحها يا اخي. الله يخليكم. وخ. هذا الانسان الذي اساء الينا عاطفيا. ارسل له بالعكس. ارسل له الحب. نعم. ارسل له الحب. فانت في الحقيقة ترسله هذا لنفسك. اذا لنتابع. انت اراك انك قوي. اراك انك قوي ولا تخاف. لا تخاف. يعني اراك قوي جدا. ولا تخاف. وان هناك تصالح مع هذا الشخص. هذا الشخص الذي اساء اليك. هناك تصالح. لكن على طريقتك انت. هذا الشخص سيعترف انه نادم. عفوا. سيعترف انك انك كنت على صواب وانك كنت محقا. هذا ما سيقوله هذا الشخص. وخ. وخ. يعني حتى وان لم يقل ذلك بالكلام. لكنه نادم. هو نادم هذا الشخص. ويعرف انه اساء اليك. وخ. هذا الكرد تقول انك لا يهمك اي شيء. ماذا اعني بذلك. انك يعني بعد هذه التجربة. هذه التجربة يعني يعني تجربة تجربة قاسية. لكن ماتت. انتهت. صافي في الضينا. نعم. لكن احيانا انت يعني تحضر الماضي الى عقلك. وما زلت يعني تفكر في الماضي. ويعني هناك القليل من المعالنات. لكن الطاقة التي اراها هي التوازن. السلام لديك. انت في سلام. جميل. هذه الكارت تقول لك. انك يعني في سلام. واذ لم تكن فانت تبحث عنه. رغم كل هذا الجرح الكبير. هذه كارت التصالح. انت يعني سامحته. اخ. اذا. اه. قلنا انك تعيش حياتك لا يهمك اي شيء. يعني اه. بعد هذه التجربة تفعل ما تشاء. تحس انك حر. وماذا اقصد بحر. ليس ان ان تخرج عاريا. وترقص في الشارع عاريا. لا. بل انك كنت مقيدا روحيا. والان انت. اه. يعني كنت مقيدا عاطفيا لهذا الشخص. يعني يعني بطريقة غير سليمة ومؤذية. واخ. والان انت. اه. يعني بفضل هذا السماح. يعني بفضل هذه الحكمة. وسامحت هذا الانسان. انت تحررت من من ذلك الألم. ومن كل ما كان يسئ اليك. واخ. اذا. ارى من جديد طاقة ايجابية. طاقة ايجابية. هذا. هذا. هذا المجنون. يقول بانه. يعني يصير المجنون. يقول انك تفعل ما شئت. واخ. وان ذلك الشخص. اه. هذا يعني. لنكون. يعني. انا اتكلم عن برج العضراء. الرجل والمرأة. برج العضراء. الرجل. تلك المرأة. يعني. اه. كانت تفعل ما تشاء. هذا الكرد يتكلم. هذا الكرد اولا. هو كرد العضراء. قد يتكلم عنك. او ذلك الشخص هو كذلك عضراء. وهذا الكرد تقوله ان نعم. يعني انت عضراء. وذلك الشخص كذلك عضراء. ارى اه. هذا الشخص هو اه. طاقة العضراء. اذا. اه. برج العضراء الرجل. يعني. سنتكلم عن المرأة. وخلي برج العضراء الرجل. هذه اه. المرأة. يعني. كانت تفعل ما تشاء. نعم. وتعيش حياتها كما يحل لها. ولا تفكر في الاخرين. ونفس الشيء. برج العضراء المرأة. هذا الرجل كان يفعل ما يحل له. يعني الرجل الذي تسألين عنه. يعني الحبيب الذي اسائلك. نتمنى يعني يكون كل شيء واضح. لاني يعني تطلبون مني ان اشرحها. يعني هل تتكلمين عن المرأة او عن الرجل. لذلك انا اعيد نفس الشيء لتفهمه. يعني هذا الشخص الذي تسأل عن هذا الحبيب الذي اسائلك كان مرأة او رجل. لاني اتكلم عن المرأة والرجل. لذلك كان يفعل ما يشاء. ولا يفكر في الاخرين. ولا يفكر فيك. هذا كرد العضراء. اعيد قد يكون هو برج العضراء كذلك. وكان يفعل ما يريد يعني يعني لا يفكر في الاخرين. لكن انت الان كذلك تفعل ما تشاء. ارى هنا كرت المجنون انك عفوي. لا تخطط حياتك. لكن بطريقة حكيمة وبطريقة يعني متوازنة. هذا انت وفي نفس الوقت الاخر الذي اساء اليك. اتمنى ان يكون هذا واضح لانها كرت مهمة جدا. انت تعيش حياتك في تفاؤل. في تفاؤل تزرع يعني تفاؤل في حياتك وحكمة كبيرة. واخة. يعني وانت في سلام. بفضل هذا انت في سلام. واخة. قلنا انه يعترف انه مخطئ. واساء اليك. هذا الرجل. هذا الرجل. ربما كان هناك طرف اخر او اكثر. لانه يعني امرأة عفوا رجل يعني نحلة. نحل يطر من وردة لوردة. نعم. وفي حالة المرأة يعني البرج العذراء الرجل. يعني هذه المرأة التي اسأت اليك. هي امرأة سوبرفيسيال. يعني سطحية مادية استهلاكية. اه وبالنسبة لي اه يعني الرجل. يعني الرجل الذي اساء اليك. انا اتكلم الان مع برج العذراء المرأة. هذا الرجل كان يهتم يعني اه في ربما في في تضخيم العضلات في الجيم. ولا يفكر في تطوير الروح في سماء العواطف. اخة. وهذه المرأة كذلك يعني كانت اه انا اتكلم عن الشخص الذي اساء اليكم. اخة. اه هذه المرأة كذلك. يعني سطحية سوبرفيسيال يعني يعني لا نحكم على الناس. اخة. لا نحكم على الناس. كل واحد يعني يعيش في في مستوى اه نموه الروحاني. ويجب ان يعني ان نحترم الناس. الناس. اخة. انا لا احكم. اخة. اذا. انا اتكلم يعني عن طاقة هذا الانسان الذي اساء اليك هذا الرجل او هذه المرأة. اخة. اخة. لكن ارى هذه الكارت يقول لك انت يعني انت من حين لاخر تفكر في هذا الرجل. تفكر يعني ليس في الرجل. تفكر في يعني في في ما مضى يعني تحزن قليلا. هذا هذا عادي لانك عيشت يعني مع هذا الرجل يعني علاقة حب. واحيانا تفكر لكن توازنك يعيدك من جديد. اه يعني يعيدك من جديد الى يعني الى حياتك المتفائلة. اخة. اذا. هذا هذا الكارت تقول ان ان ستكون هناك علاقة صداقة بينك وبين هذا الشخص يعني علاقة سليمة بفضل حكمتك لانه في الحقيقة هو في الحقيقة يحبك. هذه هي الحقيقة هو يحبك. لكن اساء اليك. وانت تعرف انه لن يتغير وهو اه لم ينضج بعد روحانيا لم ينضج. وانت يعني في مستوى اخر روحاني. واخة. وقلنا هو مازال يحبك هذا الشخص لكن لن يتغير. ونعم. وهذه هي كارت الصداق يعني ستبقى العلاقة سالينة. واخة. اذا لنواصل. قلنا انه سيعترف انه مخطئ وانه اساء اليك. والان نحن اصدقاء. واخة. لكن لنتكلم الان عن ما هو ماذا سيأتيه. هذه كارت العشاء الحب. العزيزي برج العذراء حب جديد. قد يكون ترابي كذلك او ناري. يصل الى حياتك. لذلك انا اقول يعني هذه القراءة للكل. لمن ليس لديه حبيب. فسيصلك حبيب من طاقته ترابي. او نارية. واخة. وارى انه شخص يعني شخص ملتزم. شخص مخلص. شخص هذا هو يعني ناري. طاقة نارية. او طاقة ترابية كذلك. واخة. شخص عفوا. هو الانسان الذي حلمت به طوال حياتك. مهما كانت ظروفك وسنك. لاني قرأت تعليق جميل هناك امرأة يعني من سن امي. يعني في الخمسينات ما اجملها. يعني تقول انها يعني 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 لقات الحب. توأم روحها. بعد طلاق بعد اولاد. لذلك لذلك اقول لكم لا تفقدوا الامل ابدا ابدا ابدا. فلا نعرف ابدا متى سيصل توأم روحنا. لا نعرف ابدا متى سيصل. في العجرينات او في الخمسينات او في الثمانينات. لا يجب ان نستسلم ابدا للحب. مهم. اجبني بزاف الكومنطيق ديال تلك السيدة. انا سعيدة جدا من اجلها. يعني وهي تقول انها تحس كما انها مراهقة. هذا جميل. الحب جميل يا ناس. مهم. لنواصل. اذا. قلنا انه سيصل انسان حكيم لحياتك سيسعدك. انا ارى سعادة. وفي الاخير كرد التفاؤل والسعادة. هذه الكرد التي سنختم بها القراءة. لكن من حين لاخر عزيزي. عزيزي وحبيبي برج العذراء. انت تفكر في ذلك الالم. لا تفكر انسة. سامحه. طي سامح. وعيش حياتك فهي جميل. جميلة. وستصلك طاقة جميلة الى حياتك. لذلك انسى الماضي. ارجوك. هذه الكرد جميلة جدا. يعني كرد القوة. انت قوي وقريب من الله. وهذا بما انك قريب من الله فانت تحس بانك قوي. لذلك يعني لا تفكر ان معنك. هذه هي قراءة اليوم. لنواصل. وفيما يخص هذا الانسان. قلنا. يعني مهما كان تافها هذا الانسان او سيئا او اساء الينا. انا اعيد وساعيد ذلك. لانكم طيبين وستفهمون ما اقول. اقوله. يجب ان نحترم مستوى وعيه وعيه الروحاني. هذا الانسان الذي اساء الينا. سقرة يقول ان الجهل هو من يجعل الانسان يتصرف بطريقة غير حكيمة. وان لا وجودة للشرف الحقيقة. لان روح الانسان. روح الانسان هي نور. هذا كلام ايمان. روح الانسان هي نور. وسقرة يقول ان لا وجودة للشر فقط هو جهل. هو الجهل الذي يجعلنا نتصرف بطريقة غبية وسيئة. وسبب الشر هو الجهل. وإيمان تقول لكم ان الانسان نور مهما كان. احتى ابليس. احتى الشيطان. هو في الحقيقة. هو اصلا الشيطان. يعني خلقه الله ملائكة. يعني هو ملائكة. الشيطان. لكنه يعني لم لم يفعل يعني ما امره الله به. واخر. يعني لكنه هو في الحقيقة ملائكة الشيطان. لذلك. وانت خيط التصور. الانسان. الانسان يعني الانسان رقيق. الانسان. الانسان يعني حالته الطبيعية. يعني كيف عندما نولد. كيف نولد. يعني رقة ولطافة وحساسية نبكي. نضحك. هذا هو. هذه هي طبيعة الانسان. لكن عندما نكبر. نصير نصبح اغذية. وننسى هذا النور. الذي يعني وضعه الله في قلوبنا وارواحنا. كيف من الكلام يا ايمان. لنوصل مع مع رسالة الملائكة لاني غد نبدأ نهضر. وغد نبدأ عود نعود النكات. يكفي. اذا تقول الكارت كارت الملائكة قوة الارض. قوة الارض. يعني انت عزيزي برج العذراء الترابي. يعني رجلك او قدميك على الارض. انت ثابت. يعني التوازن والحكمة التي تكلمنا عليه من قبل. وبفضل علمك. نعم بفضل هذه الحكمة. انت يعني ستعرف اين تضع اين تضع رجلك. يعني في كل خطوة. ستعرف اين يعني تمشي. في اي طريق انت تمشي. اه الحكمة. كارت الحكمة. يعني العلم نور والجهل نار. يعني ما 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 كنا ما قاله سقرة صحيحة. يعني بفضل علمك الروحاني. انت يعني انت حكيم وتتصرف بحكمة. وليزدك الله حكمة. وليزدنا كلنا. يعني التطور. انت يعني هذا التوازن الذي انت فيه. او ستصله قريبا يا رب ان شاء الله لتصلكم هذه الطاقات. وتبرعوا كلكم. ويصلكم هذا الشفاء الروحاني الذي قرأته في القراءة. التطور الروحاني هو النمو والنضج الروحي. لكي نصل الى النور. نعم الى النور الذي خلقه الله في قلوبنا وفي ارواحنا. عفوا كل انسان. يعني في كل انسان. في كل قلوب الانسان. لكن الكثير لا يعلم للأسف الشديد ان في قلبه نور وانه نور وملاك. للأسف الشديد. لكن رغم هذا انا بائما اقول لكم لا تفقدوا الايمان. لا تفقدوا التفاؤل. وكونوا ايجابيين. يا رب العالمين. ارجوكم. وكانت هذه القراءة قراءة جميلة. يعني زيانة. واللخ لكم. اذا لم تصلكم هذه الطاقات التي قرأتها. عودوا بعد 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 اسبوع او اسبوعين. واستمعوا للفيديو. ارجوكم. لتصلوا الى هذه الطاقة. لانها طاقتك عزيزي برج العذرة. قراءة جميلة. هانئا لكم. وانا سعيدة جدا. وساقوم بتحميل كل الابراج. يعني بهدوء. بهدوء. يعني بشوية. انا ساقوم بتحميل كل الابراج. واخا. كنشكركم بزاف. شكرا لكم. شكرا على حبكم. واتمنى لكم الخير. والله يحفظكم. وحني كنتمنى لكم دائما. 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 دائما الخير. يعني ما ما قدرش يعني نقطع هاكا. بس لا معها. لابد ان اضيف شيء. شيء. يعني. لابد. اه. يعني البارح ما نعسش. لم انا. لاني بقيت يعني كنا طرح تب وحدي. وكان يعني بكيت شيئا ما لاني اعاني معكم. لكن. اه. تمني يعني اطلب من الله. لا. ليت يعني بيدي. بيدي. اه. مسحوق. مسحوق سحر ارميه. لإسعاد كل الناس في هذا العالم. لكن الاسف الشديد ما انا الا بشر. كما يقول عبدالوهاب دكالي. اه. ما انا الا بشر. عندي قلب انظر. وامن ما لديها. وقلب. و وكلام. واتمنى يعني ان يساعدكم هذا الكلام. ولو قليلا. اخليكم. يعني استمعوا لي. وكونوا اللي اخليكم بايجابيين. و يعني واستمعوا للموسيقى. الله يخليكم استمعوا للموسيقى. انا تربيت يعني في في بيت ابي كان يحب المو ما زال يحب الموسيقى. لكن هان يعني في الخمسينة يصلي. و يعني الحديث ليلة نهار. وامي كذلك. يعني انا تربيت كثيرا في الموسيقى. لذلك يعني من حل اخر اقول يعني اغنية كده. عرب الوهاب دكالي اغنية جميلة. والبارح تلك الاغنية الجزائرية. يعني حبيت ان اكبر معك كذلك. جميلة جدا. لان موسيقى اليوم. يا رب يعلم موسيقى اليوم. لذا عود لموسيقى الماضي الجميلة. يعني موسيقى الحب. والان سانتهي. كفا من الكلام يا ايمان ارجوك. شكرا لكم. الله يحفظكم يا ربي الحبيب. الله يحفظكم.